تهانينا والناموس الجميع الفايزي بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحب الكريم اسعد الله صباحكم وكل يوقاتكم بالخير والمسارات انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والعطاء الشوطن التاسع لسن الحيل من مسافة الثمانية كيلو مترات انطلقت الشعارات انطلقت الاسماء المرافقة لنا والمنطلقة لتشكل لنا هذه التشكيلات الجميلة هذه المنافسات الرائعة من منافسات رياضات الاباء والاجداد رياضة الماضي والحاضر هذا الشوط خصص لسيارة تيوتا كلوزر بكب مقدمة لصاحب المركز الاول وايضا مادة الزعفران التي سوف تكرم بها الثلاث المراكز المتقدمة المتقدمة مشاهدين مستمعين العزاء متافعين عبر قناة الريان الناقلة الفضائية التي تنقل لنا جميع الاحداث نروي لكم الخمسة المراكز نروي لكم الغصة التفصيلية للخمسة المراكز المتقدمة بقيادة هناك المركز الاول من تتواجد وتفتتح الاذاء على الطامة المملوك السعيد بن منانة بن اغدير الاكتفي الذي يقدم لنا للطامة على اول المراكز المركز الثاني تتواجد سرابة المالك محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي والنقل الى ثالثة المراكز كيلو العمليات كيلو الصراع كيلو القوة كيلو الابداع كيلو التميز كيلو ما بعده الا الناموس ما بعده الا السيارة ما زال بن منانة مسيطر مع الصدارة مسيطر مع للطامة 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 منصورة منصورة ولطامة منصورة ولطامة وهناك ايضا المتواجدة المتواجدة مذيار مذيار ولكن مشاهدين مستمحين الأعزاء انطلقت منصورة للصدارة انطلقت منصورة لرفقة فهد بالسيفة لابوسعيد الخيرين روح يا لابوسعيد روح يا الخيرين روح مع الناموز مع السيارة ولكن بما نانا لديه رأي آخر لديه رأي آخر ولكن العمراني 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 شهد 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 يا ابو شهد وصلت وصلت مع المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث انطلقت اشتركوا في القناة معلدة الفوز والنموت المركز الثاني كان الوصول من خلال المديار نحمد جالسعي بن ملانا ثالث المراكز كان الوصول من قبل المركز الثالث منصورة والسيلية المملوك الإخليم بن عائل عطية يقويفة رانأ خرط منصورة من وصوتها على المركز الثالث رابع المراكز كان الوصول من قبل الشعيلة لي عبدالله بن جعفر في المركز الخامس كان الوصول من قبل منصورة لفهد بن سيف على أبو سعيد الخيرين وهنا جميع الفائزين من حلفهم الحظ بهذه الانطلاقة حظنا أوفر لمن لم يحلفوا الحظ بهذا الشوط الذي انقضى قبل قليل إذا مشاهدين مستمعين العزاء سيارة هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل رافقت شهد التي شاهدناها وشاهدنا لحوصولها إلى خط النهاية في اللحظات الأخيرة